خالد خليني بس أخذك لمباراة الدوري الإنجليزي الممتازة النهاردة ومبارح ليفربول وفوزه بكأس الاتحاد رأيك في الموقف خاص بوجود مؤمن زكريا داخل غرفة الملابس واحتفاله مع فريق ليفربول ورأيك هل ممكن ليفربول يعملها ويخطف الدوري كمان ودوري أبطال ولا رأيك إيه؟ ده يعني هيتبقى حاجة كده من المعجزات اللي بنشوفها كل فين وفين في الدوريات خليني أول علق على اللقطة الجميلة اللي موجودة على الشاشة لقطة مؤمن زكريا جميلة ورائعة وتستحق أسكر وتستحق جايزة نوبل في الثلاث هتستحق حاجة كثير أول إن هي فعلاً لقطة تعبر عن إنسانية لا يضغيها شيء آخر ده داري الإفتة النهاردة يعني على حسب ما أنا شفت يعني معرفش هل هي الصفحة الرسمية لكن داري إفتة اتكلمت عليها إن هي لفتة إنسانية جميلة ما هي جميلة فعلاً جميلة حتى حتى يعني محمد صلاح يعني يا ربنا يكرمه طبعاً لقطة جميلة جداً منه أو لفتة جميلة جداً منه ولكن أنا اللي عجبني تفاعل لعبة ليفر بول مع مؤمن زكريا مع مؤمن صح لما آآ بكان يتحق أفضل بكثير مما هو عليه الآن ولكن دي يعني مقدر ربنا وما حدش بيعترض ولكن في نفس الوقت لما نقدم له هذا الدعم المعنوي القوي جداً في رحلة علاج في إنجلترا آآ تتخلى لها اللفتة الجميلة جداً دي أنا هسيب محمد صلاح على جنب لإن هو صاحب هذه اللفتة فمش أتكلم عنه كتير ولكن أتكلم عنه اللعيبة ليفر بول اللي بيتعامل مع مؤمن زكريا بيعتباره واحد من الفرقة وتعرض لإصابة منعته من المباراة النهائية طب يحتفلوا معاه ومشاهلون الكاس وبيرقوسوا حواليه لفتة يعني أنا عايز أقول لك إن أنا لما تفرجت عليها مبارح أنا دمعت طبعاً من حلاوة اللقطة أنا دمعت فحقيقة لقطة إنسانية ما شفتش ديها بقالي كتير قوي يعني لا الحقيقة أنا مبارح برضو الله خالد قوي ما شفتها عارف أنت لما يجي لك حاجة يعني طبعاً هز أقول لك الناس اللي إحنا ما يعني عشان نفسينا في يوم أم كنا نزور يعني غرفة ليفر بول وتبقى موجود في استاد وانبلي والأمور تبقى كده لكن طبعاً مؤمن فرحة ودعم معناوي ما بعده دعم يعني الصراحة ويعني صلاح يعني أنا بشكره ومصين كلهم بشكره ومحب مؤمن زكريا وكل المصين اللي واقفين ورا مؤمن أكيد بشكره محمد صلاح لللافتة اللي عملها أنا مش هتكلم صلاح بقى يعني أكيد ما تقول لك محدش يقول لي يصلي زكاء وصلاح بيستخدم زكاء عشان يكتسب حب أكتر لا هو صلاح كده هو ده شخصية ربنا يعني حاطت الحب في قلبه وقبول في وشه وبالتالي بيعمل الحاجة اللي ممكن محدش يتخيلها أنه يعملها عشان كده برضو أنا بقولك بقى يعني أنا كنت بقولك دار الإفتة دار الإفتة المصرية هي فعلا نزلت الصورة وقالت لك الإنسانية قبل التدين والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر والأخلاق ليست قاصرة على الرياضة بل هي منهج حياة ده دار الإفتة المصرية يعني ونزلت الصورة شيء جميل يعني بعيد برضو لفتة جميلة من دار الإفتة المصرية في فكرة أنك بتعمل حاجة ليه دعم بني آدم أو دعم إنسان أو أمور كثيرة جدا ناس ممكن بتاخدها بشكل مختلف لكن يعني أعتقد أنها شيء كان جميل عجبتني جدا وعجبت كل الموجودين أتلاقيهم يعني برضو خلي بالك أنت بيتوصل رسالة أو صلاح بيوصل رسالة للناس اللي حواليه إن دينا والمصريين يعني ناس جميلة وناس متدينة وناس بتحب دايما الخير لبعضها وده شيء مهم جدا صلاح أصلا كابتن فريق إحنا تربنا من صغرنا على فكرة أنه الرياضة أخلاق قبل ما تكون أي حاجة تانية فده تأكيد وتكسيد لفكرة أن الرياضة أخلاق قبل ما نبقى متنافسين في الملعب إحنا بنتحلى بالروح الرياضية والأخلاق الرياضية في التعامل مع المنافسين مو من ذا كلام مش منافس طبعا ولكنه صديق عزيز وزميل عزيز في الملعب محمد صلاح نتمنى له طبعا الشفاء العاجل ويقوم على رجله بألف سلام المبارات بالأمس والفوز دي دي المرة التانية في نفس السنة بنفس النتيجة خلي بالك يا خالد لكسل التحدي ترجمة نانسي قنقر